خبر مفاجئ الآن عن ياسمين عبدالعزيز وأحمد العودي والمحامي يفجر مفاجئة عقب انتشار أنباء عن انفصال الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان المصري أحمد العودي قد أعلن المحامي أشرف عبدالعزيز في تصريحات له على الفضائيات أنه لا يمكنه الحديث عن الأمر وأن هذا الموضوع يعود لياسمين عبدالعزيز وحدها وأنها الوحيدة التي لها الحق في الحديث عن إمكانية تلقا وقد أضاف إذا كان فيه خبر بهذا الشأن فستعرن ياسمين بنفسها في سياق متصل قامت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بإعادة متابعة زوجها الفنان أحمد العودي على انستجرام مرة أخرى مما يدل على صلحهم من جديد بعد أزمتهم الأخيرة والتي أصبحت حديث المواقع في مصر بعد أن أصيرت أزمة بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العودي وشاككها وائل عبدالعزيز وأعلنت الفنانة بدرية طلبة عن انتهاء الخلافات بين الزوجين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العودي وجهت بدرية طلبة رسالة لبعض الأشخاص الذين لم تسكر أسمائهم بسبب شائعة انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العودي التي انتشرت طول الأسبوع الماضي ونشرت عبر حسابها عن انتجرام سورة لأحمد العودي وياسمين عبدالعزيز من مشهد زواجي الخديوي وغزل في مسلسل الملوش كبير وقالت بدرية طلبة رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع الإيد الوحدة حضراتكم استعجلتوا قوي باللت والشماتة وقلتوا كلام متمليينوا وما شغلتش دماغكم ان الخناءة وإلغاء المتابعة ده أكبر دليل على ان حياتهم طبيعية وده شيء صحي وأضافت ما هم علش الحب زي الأقل لو ما فيهوش توابل مش هيبقى ليه طعم ربنا ما يكتب على حد فرق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبدمير ومبروك السلح يا حلوين وكانت بدرية طلبة قد علقت قبل أيام على الشائعات المنتشرة حول انفصار ياسمين عبدالعزيز وأحمد العودي ونشرت عبر خاصية القصص المسورة لانستجرام سورة ياسمين العودي وكتبت معلقة العين فلقت الحجر وجد في الحلوين هم مش هيستغنوا عن بعض والسورة دي هتبدل موجودة كما أعادت نشر تعليقات المتابعين الذين عبروا عن حبهم للسنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العودي وتمنيتهم أن تمر خلافاتهما بهدوء قد عادت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى القاهرة قادمة من سويسرا بعد إجراءها عملية جراحية دقيقة في أحد المستشفيات هناك وسوف تستكمل علاجها في منزلها بعد أن ألزمها الفريق الطبي المعارج بالراحة التمة وعدم التعارض للضغطات حيث أجرت ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية منذ أسبوع بنتمنى لها الشفاء العاجل والسعادة الدائمة